بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين كتاب الحجة من كتاب أصول الكاف الشريف باب فيه نكة وجوامع من الرواية في الولاية وهذا الباب جاء بعد باب فيه نكة ونتف من التنزيل في الولاية وكان ذلك الباب فيه أكثر من تسعين رواية أطوى الباب لعله بل على القاطع في أصول الكاف أطوى الباب هو لأن روايات أيضا طويلة وكبيرة كانت وبعد ذلك باب فيه نكة وجوامع من الرواية ذاك من التنزيل في الولاية هذا من الرواية في الولاية هذا الباب ما في شيء كثير قرأنا منه ستة بل من الأحاديث الحديث رقم سبعة عن الفضيل ابن يسار عن أبي جعفر الباقر عليه الصلاة وأزكى السلام قال إن الله عز وجل نصب علي عالما بينه وبين خلقه علما يعني علامة بينه وبين خلقه العلم والعلامة الشيء الذي يدل على غيره فأمير المؤمنين دال السلام على الأدلاء على الله نصبه الله عز وجل علما وعلامة يدل على الله أراد الله عز وجل للناس أن يجروا على هذا الطريق ومن خلال هذه العلامة فمن عرفه كان فمن عرفه كان مؤمنا لاحظت؟ اللي يضطي الإيمان ماذا يعطي الإيمان؟ الصلاة، الصيام، الركوع، السجود، القيام، القعود لا اللي يعطي الإيمان شنوة؟ فمن عرفه كان مؤمنا اللي يعطي الإيمان هو المعرفة لاحظت؟ ومن أنكره كان كافرا حتى ولو صلى وصام دهره ومن جهله كان ضالا اللي ما يروح لطريق المعرفة مو اللي أنكر اللي أنكر هذا كافر أما ومن جهله كان ضالا ومن نصب معه قال علي وفلان وفلان كلهم خلفاء بعد ها؟ شنو هذا؟ ومن نصب معه ومن نصب معه أحدا يعني كان مشركا في حد الشرك هذا ليش كان مشركا؟ لأن الله عز وجل قال هذا وأنت تقول هذا وهذا تعطي رأيك مقابل رأي رب العالمين تشرك مع الله رأيا آخر هذا شي صير؟ مشرك ومن جاء بولايته إلى الله عز وجل هذا شنو؟ دخل الجنة الحديث رقم ثمانية عن أبي حمزة الثمالي قال سمعت أبا جعفر الباقر عليه السلام يقول إن علي باب فتحه الله شيد خاطب الإمام الحسين لما تصعد المنبر يا رحمة الله الواسع باب الرحمة أمير المؤمنين أولا ثم أبناؤه صلوات الله عليهم الباب الأول الذي فتحه الله رحمة للعباد وعلما ومعرفة باب تستطيع أن تعبر عنه باب الكمال باب الرحمة باب العلم باب المعرفة لأن النبي صلى الله عليه وآله قال أنا مدينة العلم وعلي بابها أنا مدينة الحكمة وعلي بابها فكل شيء فلذا قال وَأْتُوا الْبُيُوتَ من أبوابها باب الله الذي منه يُؤْتَى فالإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يبين هذه الحقيقة شنو المشيئة الذين عبر عنهم لم يدخل فيه ولم يخرج منهم جهل من يدرون وآخرون مُرْجَوْنَ لِأْمْرِ اللَّهِ ذول يتأخرون يشوفوا الرحمة الإلهية أو الأمر الإلهي شنو إما يعذبهم أو لا مزيئا وإما أن يتوب عليهم يتوب عليهم لأنه ما أتوب بما يريد الله فاعتبرها توبة الحديث رقم تسعة عن بكير ابن أعين أخ جرار قال كان أبو جعفر الباقر عليه السلام يقول إن الله أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية لنا وهم ذر لهذا البارحة مر شرحه يوم أخذ الميثاق على الذار في عالم أليست بالإقرار له بالربوبية ولمحمد صلى الله عليه وآله بالنبوة وأخذ أيضا لأمير المؤمنين بالولاية في ذلك العالم وعرض الله عز وجل وعرض الله جل وعز على محمد صلى الله عليه وآله أمته في الطين ذاك العالم وهم أظلة ذكرنا لكم بعض الأماكن يقول في الظلال بعض أماكن يعبر شنو أظلة اللي البارحة شرحنا هذا وخلقهم من الطينة التي خلق منها آدم من تلك الطينة المباركة وخلق الله أرواح شيعتنا قبل أبدانهم بألفي عام وعرضهم عليه وعرفهم رسول الله صلى الله عليه وآله في عالم الأرواح هناك وعرفهم علي عليه السلام ونحن نعرفهم في لحن القول إحنا هم نعرفهم شلون نعرفهم في لحن القول لما تشوف ناس مختلطة تريد تعرف الشيعي من غير الشيعي تقول صلوا على محمد وآل محمد اللهم صلوا لحن القول عندهم بهذه الذكر الصلوات الخاصة هذا لحن القول عندهم فلذا أيام اللي كانت تصير معارك ومذابح وأمثالها في البلاد في بغداد أطرافها كانوا بعض السيطرات الوهمية يجون يجيب اسم النبي صلى الله عليه وآله اسم أمام ذول القاعدين إذا سووا صلوات يعرفهم ذولة شنو هذا شي سموا لحن القول أمثال هذه الأشياء الخاصة اللي تختص بالشيعة في مراسمهم هذه لحن القول نحن حينما نقول أنت فرج مكان تريد تعرف المخالف تقول الإمام علي الشيعي يقول عليه السلام ذولاك يقول كرم الله لحن القول ما لاتهم تعرف لاحظت وهكذا لحن القول عند الشيعة فيه أشياء كثيرة معروفة لما تقول الحسين تقول عليه السلام هو شي يقول رضي الله عنه لاحظت ذني كلهم شي يسموهم من لحن القول هذه يقول احنا نعرف شيعتنا شلون نعرفهم في لحن القول هكذا هذا الباب اللي كان فيه نكت وجوامع من الرواية في الولاية بعد ذاك الباب الباب الذي يلي هذا الباب باب باب في معرفتهم أولياءهم والتفويض إليهم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام وهو مع أصحابه أمير أمير صلى الله عليه قاعد مع أصحابه فسلم عليه سلم وابعد اسكت إذا أنت محيب وابعد يحتاج تقول إذا أنت محيب وتعتقد بإمامة أمير المؤمنين وتدري بهذا العالم عالم هذا بعد يحتاج تخبر وتطيع علم ها فشنو قال قال له أنا والله أحبك وأتولاك فقال له أمير المؤمنين عليه السلام كذبت قال بلا والله عجيب عجيب هذا وقح أمير المؤمن يقول له كذبت هو يقول له بلا والله إني أحبك وأتولاك ما هذه الوقاحة فكرر ثلاثا فقال له أمير المؤمنين كذبت تلبس عليها هذا أمير المؤمنين تلبس عليها الأمور هذه ما أنت كما قلت تمو من المحبين كما تقول إن الله خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام ثم عرض علينا المحب لنا عرض الله عز وجل المحب شفنا محبين هناك إحنا إحنا كلكم وجوهكم مننا كنعرف كانت لكم وجوه في ذلك العالم ظهرت بنحو تفصيلي في هذا العالم فوالله ما رأيت روحك في من عرض في الأرواح التي عرضت عليها الروحك ما شفتها فأين كنت فسكت الرجل عند ذلك ولم يراجعه في حديث آخر الإمام الباقر عليه السلام في حديث آخر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بل الإمام الباقر عليه السلام أو الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لما نقل الحديث قال أين كنت فسكت الرجل فقال عليه السلام كان في النار لاحظت بل هو عفوا هاي هناك وفي رواية أخرى قال أبو عبد الله كان في النار وأذكرها الرواية فشفت وحد ناقلها فأمير عليه الصلاة والسلام فادملحوظة قبل ما ننتقل لاحظت الرواية اللي قبل هاي الرواية من ذاك الباب الرواية كانت صحيحة السند أو موثقة يعني تام سند وهذه الرواية وروايات أخرى مجموعة من الروايات جمعها العلام المجلس رحمه الله في البحر سهنا بعض الروايات وبعضها مبثوثة في أبواب مختلفة بمناسبات مختلفة بعنوان أن الله عز وجل خلق الأرواح قبل أن يخلق الأبدان بألفين عام ولاحظتم هذه الرواية السابقة على هذه الرواية هي صحيحة السند تام سند على مبنانا صحيحة على مبنى القوم حسنة أو موثقة على اختلاف العلام المجلس يقول هذه حسنة البعض قالوا هاي باعتمار ابن بوكير موثقة أخبر 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 مقصودة في النار تكليف ما كان عندها في عالم الدر ما عندها تكليف حتى يدخل في النار مقصودة في النار يعني طين تطينة نار كما مرت علينا تلك الرواية فهناك بعض أكابر العلماء بل يمكن إذا تطالعون الكتب يشوف هذا على أي حال الشيخ المفيد قدس الله نفسه الزكية في مناسبة ابن المناسبات ينكر يقول هذه ما عندنا شيء ثابت بعنوان أن الله خلق الأرواح قبل أن يخلق الأبدان كذا لا أي حال بل الصدوق يبدو أنه الروايات ما كانت مجموعة عنده أو ما ثابت كذا وإلا الروايات في هذا الباب الظاهر متواترة الظاهر متواترة كما يظهر من البحار هنا نفسه ممتواترة هنا ربما يقال مستفيدة بس بالبحار كثرة ما جمع الروايات يمكن أن تكون متواترة لا يبعد ذلك بذلك الوقت ما كانت الروايات مجموعة وكذا وشي وكيف فاته وأمامه الكافي الشريف ما أدري على أي حال أكو مناقشة بس هذا من الأمر المطمئن به عندنا في اعتقاداتنا أنه هذا من المسلمات هذا المدرسة البغدادية بعد كانت هي أول باكورة المدارس كانت قبل الشيخ المفيد مدارس ما كانت كانت يعني مدارس شيعية بعنوان فكرية مدارس فكرية ما كانت مدارس اللي قبل المفيد كانت مدارس المحدثين اللي هي لا تعد مدارس فكرية تعد مدارس النقل نقلية يعني كانت مدارس عقلية من الشيخ المفيد ابتدأت المدارس العقلية والفكرية الجديدة هسه ما رد أدخل في هذا الباب الغرض أنه ابتدأت المدارس وكذا فلا نآخذ عليهم يعني احنا لا يصغر مقام الشيخ المفيد ذاك المقام الشامخ العظيم للشيخ المفيد لا باعتبار باكورة المدارس كانت هي فعادة المدارس اللي تؤسس من جديد ألما تلملم وضعها وتلملم أمورها وكذا وشيء نعم لما وصلت إلى زمان العلامة وخاجة نصير الدين الطوسي وأمثالها كانت المدارس متكاملة ناضجة كانت المدارس الفكرية الشيعية العقلية كانت ناضجة جيدة كانت ومن بعد ذلك شوية شوية تقوت المدارس أكثر فأكثر ما كان غرضي أن ندخل في هذا الباب بالتفصيل الحديث الثاني في هذا الباب عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال إنا لنعرف الرجل إذا رأيناه شلون نعرفه يعني نسجل صورته هاي معرفتنا إحنا لما نشوف واحد تعرف فلان إي إي أعرفه شلون التقيت بي مرة مرتيا صورته مسجلة في ذهني الإمام عليه الصلاة والسلام يقول لا إنا لنعرف الرجل لاحظت إذا رأيناه بحقيقة الإيمان اعتقاده إحنا نشوف اعتقاده ونشوف شكله الظاهري نشوف عمقه وعقيد تشن أيضا بحقيقة الإيمان وحقيقة النفاق نعوذ بالله نشوف هذا شنو ما داخله شنو ما خارجه عقيد تشن فلذا أمير من عليه الصلاة والسلام لذا يحلف ثلاث مرات وأمير المشي يقول لك كذبته عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة وأسكى السلام قال سألته عن الإمام يمكن أن يكون الإمام إلى مقام مثل مقامات الأنبياء مثلا بعض الأنبياء نقرأ بالقرآن أشياء منثوبة إلى الأنبياء مثلها ثابت لل إمام المعصوم سألته عن الإمام فوض إليه كما فوض إلى سليمان ابن داود شون هناك فوض إليه يعطي يمسك كذا كيف من غير حساب بدون حساب لإما كذلك فقال نعم وذلك أن رجلا فقال نعم خلص ثم بعد هذا الحديث يقول الكلين رحمه الله بمناسبة باب العلم ذكرنا فرد حديث إحنا نقتطع ذاك الحديث نجيب الكياء زين أن رجلا سأله عن مسألة فأجابه فيها وسأله آخر عن تلك المسألة فأجابه بغير جواب الأول تذكرون ذاك الرجل اللي كان جاي من الشام ثم سأله آخر فأجابه بغير جواب الأولين ثم قال هذا عطاؤنا فمن لاحظت قال بعد مقطع قلت أصلح كالله فحين أجابهم بهذا الجواب يعرفهم الإمام يعني سبب اختلاف الجواب لأن الإمام عرفهم كل واحد جاوب بشكيل قال سبحان الله أما تسمع أما تسمع الله يقول إن في ذلك لآيات لل المتوسمين آيات إلما شوفوا سماء الآخرين توسمون فيهم يعرفوهم آيات هذه وهم العم عليه السلام وإنها لبسبيل مقيم لا يخرج منها أبدا ثم قال لي نعم إن الإمام إذا أبصر الرجل عرفه وعرف لونه أو يحتاج إلى واحد يعرف لون واحد يحتاج إلى إمام حتى يكون إمام التميت تعرف الألوان يريد يبين فرض شي يقول الإمام إذا شاف فرض واحد يعرف ويعرف لونه يحتاج شي هذا يعرف لونه وغير الإمام ما يعرف الألوان لاحظت فهذا مو مقصود الألوان الظاهرية شون تقول ذولة أطياف ذولة جماعات ذولة كذا هاي الألوان المدارس الفكرية المدارس الناس الناس على ألوان على أشكال ألوان هذا يشير إلى هذا المعنى ثم قال إن الإمام إذا أبصر إلى الرجل عرفه وعرف لونه وإن سمع كلامه من خلف حائط عرف وعرف ما هو يعني من أقول لك إذا أبصر الرجل مو مقصودي لازم يعين حتى لو من وراء حائط سمع هم عرف إن الله يقول ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات لل ع لمين مو للعالمين للعالمين هذه آيات خص الله عز وجل هذه الآيات بمن بالعالمين قال نحن العلماء وأنتم المتعلمون مزيلا وهم العلماء فليس يسمع شيئا من الأمر ينطق به إلا عرفه ناج أو هالك فلذلك يجيبهم بالذي يجيبهم ينطي كل واحد في الجواب يقول كنت قاعد عند الإمام سأل واحد جاوب سأل الثاني جاوب يقول كاد صدري أن يشرح بالسكاكين أريد أنفجر أقول إحنا بالشام عندنا فلان لا يخطأ في الحرف الواحد ودزوني للمدينة قال وأكو عالم مسألة شكبر هش قده نفس السؤال يعيد وعلي يجاوب غير جواب فشوية شوية الإمام عليه الصلاة والسلام بيلا أرف أن هذا الذي نعطيه نعطي كل واحد على قد على حق اللازم الذي يعطى فس البعض قال وياب هذه الأمور في الأمور العقائدية وفي الأحكام الشرعية أنا ألقيت الخلاف بينهم يقول زرارة جاء عنك في التي يمم بكذا وفلان جاء عنك بكذا فلان مسألة هذا جاء وهذا جاء عنك اثنين 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 نعرفهم الحكمان مختلفان شلون هذا قال أنا ألقيت الخلاف بينهم أنا حكمة يراها الإمام عليه الصلاة والسلام لحفظهم لحفظ التشيئ لحفظ الكذالي ألف حكمة وحكمة بسا قد تصل أذهاننا ونعرف تلك الحكمة وقد لا نعرف تلك الحكمة إما مذاهب الناس أو عقول الناس أو غير ذلك من الأمور اللي هم أعرفوا بها منا احنا ما اكو حاجة نجي ندخل في شؤوناتهم صلوات الله وسلامه وعليهم ونعين لهم التكليف وبعض أوقات تصدر منا الفاظ لا تتناسب مع مقام الإمام صلوات الله وسلامه عليه إما في مجالسنا أو في فقهنا أو في كتاباتنا أو في أمورنا نقول مثلا أن للإمام صفو المال والصفايا وكذا وكذا ما لم يجحف هذا الكلام شوي كلام قاسي هذا كلام قاسي التي تتكلم العمام هو نور الله في أرضه هو الذي يعرف هذا بعضنا مثلا يغفل فيتصور الإمام مثل أحد الأكابر من العلماء أو المراجع أو المتصدين كذا فلان الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لشخص مقام التسليم للإمام رادي يبين لأنه إذا أمامك إمام لازم يكون عندك مقام مقام التسليم في بيان هذه الآية الشريفة ومن قتل مظلوم فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القاتل إنه كان منصورا فأراد فأراد الإمام عليه الصلاة والسلام يبين لهذا السائل اللي يسأله إنه الإمام إذا إجيه وراد يتصرف فرد تصرف هذا التصرف ليكون ذهنك هو الحاكم على تصرف الإمام لا خليكون تصرف الإمام هو الحاكم على كل شيء ذهنك خليه تابع للإمام شي يسوي شي يقول كذا تابع مو أنه تريد تشوف الإمام شي يسوي ها صحيح مو صحيح أبدا هذا هو الكفر تشك في مقام الإمام صلوات الله وسلامه عليه فقال له صلوات الله عليه لو قتل أهل الأرض ما أسرف لو حرف امتناع يعني داي يقول لك خلي في ذهنك هذا الحد خلي في ذهنك إله الحد لو قتل أهل الأرض ما أسرف خلي في ذهنك مقام مقام التسليم أمامك معصوم تسلم له في كل شيء من قال لله أو لرسول الله أو للإمام لو فعل ذا كان أفضل فهو كافر لو الله ما نسلط ذول الظالمين كنا نرتاح هذا كفر لو علي ابن أبي طالب ما مسوي كذا هذا كفر لو أن رسول الله ما مزوج كذا هذا كفر اقتراحات على النبي والأم عليهم الصلاة والسلام تطيق اقتراحات تطي بيانات هم أعرف منك ومن آبائك قبل أن تخلق لا تقدم بين يدي الله ورسوله في كل شيء على الإطلاق فلذا قالوا حذف المفعول دليل على التعميم يعني ما مخصوص التقدم في شيء خاص بل بالمناسبة ربما لا تخلو من فائدة ما سمعناه من أساتذتنا أن المرحوم الوحيد البهبهاني قدس الله نفسه الزكية أيام كان في كربلاء كان يبين مطلب للناس أنه أن يهيئوا نفوسهم أنفسهم إلى مجيء الإمام عليه الصلاة والسلام لأنه بالمقدار اللي تهيئ نفسك تتعامل مع الطرف إذا ما عندك تسليم لما يجي أيضاً ما يصر عندك تسليم فلابد من الأول تهيئ نفسك نهيئ أنفسنا من الأول حتى إذا جاء الإمام وشرف يكون معاملتنا معاملة صحيحة مو نقول إحنا خلي الآن نعيش نرتاع نلعاب على أي حال خلي نرتاح إلى أن يجي الإمام إن شاء الله تتعدل الأمور لا قبل من يجي عدل أمورك لأنه إذا تعلمت على طريقه وإجي الإمام راتي غير طريقتك أنت شو سوي راح تعترض راح تعترض ومتمسك بطريقة أنت فقال لهم ليلة من الليالي على المنبر في مناسبة كان ارتقى المنبر وعظ الناس قال لهم قبل الدعاء تصفية النفوس إحنا ندعو للإمام صلوات الله عليه بتعجيل الفرج لكن قبل الدعاء تصفية النفوس حتى إذا استجيب دعائك مصفي نفسك حتى إذا صفيت نفسك يستجاب دعائك مو بعدك ما مصفي نفسك والإمام يجي وتسوي لك مشاكل مع الإمام هيئ نفسك للإمام كان يأكد على هالجانب عدنا هي أعز من الإمام إلينا أو لا الله يرحم حديثة كان يذكر هذا المقطع اللي إحنا إذا واحد من عدنا إذا ضيع ديك ربث رد ديك أو دجاجه في منزله ثم خرج وضاع ما دمت بتلك المحلة تروحه تجي وشوف دجاج تصور هذا ديك ما لتك أو هاي دجاجه إليك فكان يقول الإمام هل قد أعز من دجاجه أو من ديك عدنا أو لا لينظل إلى آخر عمرنا نفكر فرد ديك ما ناسي بالمحلة ضاع من عدنا قيديك نشوفه نصور هو ذكرنا ذكرنا اتصالنا بالإمام استحضار الإمام شقد خلي نفكر حتى نشوف ارتباطنا بالإمام صلوات الله وسلامه عليه شقد ارتباط حقيقي ارتباط واقعي أولادنا أعاز هو أعاز أنفسنا أعاز هو أعاز دنيانا أعاز هو أعاز أمامنا امتحان كبير جدا لابد أن نصل إن شاء الله شيئا فشيئا إلى مرحلة التسليم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر